الناس اللي انت تأسرتي بهم جداً كاتب محمود الجهر بس قد عمل ايه نظم نظم لي حياتي و أدائي داخل المعلى حمود ازاي؟ اه ليه دور ايه اللي اختلف مع كاتب محمود الجهر؟ الاعداد الكورة ايوه يعني في أول مرحلة في حياتي لو يعني أتذكر الموضوع لما جيت أرقص ترقيسة اتخصب مني 200 جنيه على ترقيسة بماتش ودي كنا بلعب في الأولومبي في اسكندرية وماتش ودي فروحت أعمل ترقيسة وروحت مرقص بكعبة كده اه كانت خطرة وهو مطلقة الجزاء بس قدرت ان انا عدي بياه وعملت ليش شد فوجئت الجهاز الفني برا كابتان احمد ربعته كابتان بورجيلا خاص ايه زائي المنطقة دي ما يفعش في الكلام ده ما يفعش ومعرفش ايه وبنيات بقى في صدري انت فاهم عشان يفوق ومتنجن ايه خاصمي عامل متنجن ايه دور يعيش وبلد اتعودت ان انا في المرحلة الاولانية ألعب بقوة اه وحتى يجوم قالك ايه ده عشان يكن بيشلت في اول مرحلة اه موقع طلبات الجهاز الفني ان انا ما مسكش كرة كتير وان انا احاول استخلص الكرة والعب على طول لقدام اه لما كابت الجوار يجي مسك قال لي لا قال لي استلم وسلم البكريت نص الملعب او لونج باس اللي اتنين اللعيبة اللي بيعملوا الشيف اللي هو مثلا جمال وحسان في الوقت ده مثلا او ايا فرود مودي لاننا كنا بنلعب اتنين مهاجمين اتنين مهاجمين اه فعشان كده ده كان الكابتن الجوهري لما جي اعمل كده فابتديت انفذ حتى لو تلاحظ اللعيبة السردباكي الوحيدة اللي كان في المنتخب مصر انا ركاة العالم مفروض انك انت بتاخد اتنين ثلاثة احتياطي اه مزبوط حي ما كانش ليه احتياطي اه كابتن الجوهري معتمد عليك اعتماد والله العظيم زي ما بقولك كده جي قال لي لو رجلك مقطوعه هتلعب بالرجل التانية اه يعني قال لي لو تقطعت ده في حوارات حصلت كتير جدا ده اماما طب انتوا لما القرعة بقى نزلت خلاصه وروحته كاس علم ايطاليا تسعين جال الجوهري كابتن الجوهري ربنا يرحمه معك بصراحة جي بعد القرعة ايوه جاي لي على قال لي في المطار اتصل بي اه هشام تعالي دلوقتي قلت له اجريك فيله كابتن قال لي انا جاي من المطار حالا دلوقتي قلت له ما انا عارف قال لي تعالي على الفندق فروحنا اتقابلنا على الفندق على النيل واحدة الفندق على النيل وروحت ايه كان معاها سامير عدل اه وروحنا قعدنا مع بعض اول ما نزل مصر بعد القرعة ما دورش معانا هولندا معانا انجلترا معانا ايرلندا اول حاجه دور علي انا اه نزل من المطار لغاية هناك اه وهو كابتن آآ سامير عدل موجود اه اخدني وراحت ايه قعد معا مش يروح بيته يستريح ويقابلني تاني ويقابلني ويقابلني لا جيه على طول شاميكة بالزبط رحت رايح ايه يا كابتن امورني ويقابلني قال لي اللعيب الوحيد اللي تحط في المتخب لحد دلوقتي انت انت رقم واحد رقم واحد قال لي انت طبعا كان شرف كبير لي يا كابتن الحركة تعالي تقابل علي قال لي بقى تطلع لي في مشاكل تعمل لي معرفش ايه انا عايزك تصف دماغك وراح مطلع على شريط بتاع فان باستن اه في اه اه ماتشاته مجمع له اللقطات بتاعته بتاعته اه وجبها افضل ساعتك هو بتقريبا الشريط دي موجودة في اوروبا عادي يعني اه لقطاته عن كل نجم الكلام ده كل فراح مديني الشريط اه اه وقال لي قدامك ستة وشهر تخيل بقى تحفظ فان باستن طول ما نتاعت مش فيه دوري اه وفيه كاس اه وفيه ماتشات افريقية اه وفيه اعداد وانت فاهم اه الكلام ده كله اعداد من منتخب مزبوط مش ممكن ستة شهور بيديك الشريط وانت خلاص انت هتلعب في كاس العالم يعني ستة ممكن ما تجليش اسابة فيه متغيرات ممكن تحصل طب بالزب اه انك انت تستحوز ثقة المدير البني بتاعك وانه يتقال انك انت كذا وانك انت هتقعد تلعب لغاية ما توصل لهذا الرجل لان هذا الرجل كان احسن لعيب في العالم هداف عالمي واخد بطوله تقول الامم الاوروبية بتاع ده جايب جون عالمي في دساييف غير طبيعي اه اه بيلعب بجوم العالم بيلعب في برشلونا وهو تلات اربعة لعيبة انت ما عايز ايه اكتر من كده يعني داخل المهمة صعبة الكابتن جوهري كان دمه خفيف رغم الشدة والحزم لكن في مواقف كتير دمه خفيف اللي تقولينا كده مواقف من مواقف الكابتن جوهري اللي كان دمه خفيف فيها السنغال كلعبه مع بعض السنغال ايه بقى اللي حصل في السنغال السنغال طبعا لما خسرنا البطولة اه اه حصل الكابتن جوهري رحنا السفرية اول ما دخلنا القوتلات خلنا نطلع نروح نتمشأ او حاجه زي كده خرجنا اول في اجتماع ودخل فتش في القوت اول يوم عشان اللعيبة اللي جايبة اكل اول كلام من ده منحظه يوزن الميزان بالجرامة بالضبط ده كان عاد لنا المهم ايه اخدت الشنطة بتاعتي و رحت دلق فيها علب التونة والفول في البانيوم خبتها من الشنة حطتها في البانيوم و كان ساعتها تقريبا حاجة من الشنطة زيت او حاجة واقعة كنت جايب اكل لان انا عارف بقى فلوك اكل صعبة طبعا صعب وبعكيه عشان تلاقي اكل في اوقات مش هتعرف تنزل ولا هتشتري طبعا فطبعا الحية الوحيدة انا كنت اجيب نفس التمويل بتاعي انا و اللو فول مجموعة فحطت المعلبات من حظي اللي احتحتتها في البانيوم فالكابتن فتحي دخل مرة على كل القوت بقى بيهم قطي و انا كابتن الفرق ساعتها ففتح البتاع ملقاش حاجة عندي الحمد لله ألا كشبات الرجل ملتزم اتاريخ غباف البانيو جوه اتاريخ متعوب متعوب جوه صح فكان ساعتها الحدث المهم لعبنا اقوم ماتش زمديا تاني ماتش باللعب غانا غانا بقى فيها اسامي تقيلة بقى عبيدي بليو وفيها ناس غير طبيعية يعني انا يعني خلصنا بماتش فاحنا بنلعب فيه ولد لعيب اسمه انتونيو بوهو كان لعيب محترف في ألمانيا لعيب عالمي جدا حاجة وحش المهمة و احنا بنلعب فانا اعمله فيها سدري كده وبتاع وهو طبعا ابن واخده سدري المهمة ايه قاعدين بنخبط وبعد ما عجبتوش لانا قاعد بخبط فيه ومرزعه فلقيتوا لح جاي اللافف و رحمديني ببعض كده في وشي انهو رحت انا متدور رحت امدينه بالبنية لابت اللعبة من شافني؟ ايمن رجب كان معانا بيلعب ساعتها والمهم ايمن رجب قال لي سيبهولي عشان انا دربك انا هطلعلك عيبه قلت له اعم اصبر اعم ايمن خليك في مكانك والمهم ايه قلت له سيبه بسمعه ما تقلقش والمهم ايه ايمن صمم انه عايز مسكنه قلت له خلص راح واخد الولد انتونيو بواخده كرة والعجالي والعجاب جون وعده وبتاع خرجنا بقى بعد الموتش كابتل الجوري ماستنى ايش قاعد مسكنه واحد واحد يقطع فينا محاضرة بس الحمد لله على العبد لله كنت قليل جدا يعني في التقطيع لكن هو قال كل الاسامي قال ارقم كل العيب رقمه يعني number one طبعا كان شو بيه فما قالش شو بيه number two ابراهيم حسن number three معارفش مين number four number five هشام بقى بتاع ده ما قالش اسمي برضو عشان اتدلع ومعارفش ايه وكلام من ده زي ما بتاع